اشتركوا في القناة اثناء قافزه في احدى الكرات حدث له التواء بالكاحل للأسف اصابة تبدو قوية طبعا لاعب مؤثر وقوي للغاية ومؤثر جدا مع فريق برشلونة للأسف لن يلحق مباراة نابولي في دوري ابطال اوروبا نتمنى له الشفاء العاجل ونتمنى ان تكون فترة الغياب قصيرة الف سلامة عليك يا فرانك ديونج لاعب نشيط ومشتهد ويستحق التقدير والاحترام سلامات وتم تغييره اضطراريا وخروجه من الملعب ودخول فريمين لوبيز اشتركوا في القناة